اشتركوا في القناة لما اني اليومين دول حوالي 80 كيلو لما شفتها حسيت اني لازم ابدأ ارجع لوزن الطبيعي بقى عشان ما يصحش كده وعشان كده انا هبدأ النظام الصحي اللي كنت ماشي عليه بمساعد الدكتوري هو قال لي 3 شهور وهارجع زي الاول بس باذن الله هوصل في اقل من كده البوس ده انا بدبس نفسي بيه قدامكم كنوع من انواع الضغط الضغط على الزات يعني باذن الله كل اسبوع هبانزل بالنتيجة وفي الاخر هاشتاج يا رب تخسيات التح خلينا نستقبل الفنانة ايتن عمر ايتن عمر ايتن عمر خلاص اعيت خلاص اعيت خلاص اعيت خلاص اعيت شكراً لازم اباركلك الف مبروكة على مجالك الله يخليك يا رب وهو ده مربط الفرس ايتن لسه ربنا رزقها بمولود جميل زي الامر وزي اي ستة في الدنيا محتاجة انها ترجع الله يبارك فيك يا رب مستي يوسف الله يخليك يا رب مستي لسه يعني قلت شهرين شهرين طب ما انت مستعجلة على ايه ما انت قدامك وقت يعني ليه مدبسة نفسك ومنزلة صورك بفور اند افترو حاجات كده انا عمري ما ده كان وزني يعني انا حتى لما في ولاتي الاولانية كانت عندي ظروف صحية خليتني ولدت قبل معادي بكتير قوي فيمكن الوزن ملحقش يزيد للدرجة فوصلت لستة وسبعين المرة الاولانية ورحت لدكتور احمد برضو ونزلنا في تاريخ من ثلاث شهور ونصف او اربع شهور كنت بتدلع بقى لزيادة مكتش كتير لكن لما لقيت نفسي وانا دخل اولي التسعين كيلو انا عمري ما وصلت الوزن ده انا كنت ستينكي انا كنت فراشة يا جماعة انا اتخطفت انا اتضحك علي والله بجد ده بقى تسعين كيلو انا مش مصدق الميزان عملا لهم ده بجد يا جماعة انا تأمين لتسعين كيلو انا بس هيئتي اللازم تراكني دي صدمة كل الستات او تسعين في لما الستات لما بيولدوا يعني بيبقى في زيادة في الوزن طبعا هو مش كلنا طبعا بيجرالنا كده يعني هي بتبقى حالات واختلافات حسب انتي كنتي ماشية في حملك عملة ازاي الدنيا مشيت معاكي كويسة ولا لا يعني مثلا عندي واحد صاحبتي زادت في الحملة كله 10 كيلو هي بتبقى حزوز زي ما بيقولوا بس ان انا زيد 30 كيلو دي لا دي دي حاجة تعبتني جدا نفسيا ان ده مش وزني انا انا مش قادر انا يعني ايه بقى قعدة مش عايز حد يقومني يعني ايه يعني ايه وصل للمرحلة دي طبعا ده رزق من ربنا وانا طبعا الحمد لله الحمد لله لكل اللي يجيبه ربنا ده تارجت يعني وحلم ناس كتير جدا تتمناه فانا اكيد بحمد ربنا على ده بس هي مشكلة كلها عارفين لما تبصوا في المراية تحسوا انو مش انتوا هي دي بس الفكرة ده في كم اه هنا ده يعني اه لا هي هي دي بس المشكلة والله مش عادة اللي بيتفرجوا معنا عارف متابعين معاين حسين تتكلم عنهم بس هي الفكرة كلها هي فكرة تقبل الزيت انا مش متقبلة زيت يا انا 90 كيلو لكن في ناس تانية بتبص في المراية موسطين جدا بنفسهم دول انا بقولهم اوعوا تعملوا دايت او تفكروا مدام انت متقبل زيتك كده تمام لكن انا لو كنت فضلت بالوزن دا انا كنت حت عاب نفسيا حتخف مراحل اكتئاب ابتدت اعاية طول الوقت مش مبسوط مشان ما يمكن دا اكتئاب ما بعد الحمل والولادة ازوده بقى بوزني كتير ازوده بقى باني نزل صورة لاقي الناس نزلين علي سلخ ايه دا يا مالها بقت زيت دب كده ليه هي تخنت كده ليه يا ربي يا ربي دا بيحصل اصلا من وانا في ايوب يعني من وانا لسا مكتشفة داية من انا حامل في نص المسلسل يعني دا بيحصل قريدي طول الوقت حتى وانا مش عاملة دايت حتى وانا مش تسعين كيلو تبقى هارشة او تبقى قاسية قوي اه فالفعلا فما كنتش هستحمل بقى فقلت انا مدام ادرق في البقي واعمل دايت واحترم نفسي انا هبدأ وان شاء الله ربنا يقدرني وبدأت الحمد لله كان ممكن بقى تبتدي الرحلة العظيمة دي بينك و بين نفسك وسط اصرتك وجوزك وولادك انما انت ايه قلت لأ انا هاخد زي ما بقولوا the hard way challenge انا هدخل تحدي هاخد الطريق الصعب وادخل تحدي علشان انا كان جايلي شغل اول مرجعت عرطول من الولادة وبدأت الناس تكلمني تاني وبدأت ارد على التليفون والحاجة دي جايلي شغل وبعد كده الشغل دا حمسني قوي ان انا ابدأ اخس وعلى خشان خاص دخلين وبتاع الشغل رايح فراء اضيت رايح طب ايه بقى يعني قبل ما دا بيست نفسك بدأت فيها لنا 4 ايام 4 ايام اليوم الخامس لسه بدري والمشروع مش داخل دلوقتي طب انا ليحة فيش عزيمة مفيش مفيش بعدانا عمراء اقول بقى النفسي لسه ست غيري دلوقتي بيبعدين لسه في السرير بيجي لهم كوباية المغات وبيجي لهم شربة الفراخ والحاجات دي كل هوا بيأكلوا مبسوطين انا عزب نفسي ليه بص في الاخر ما قدرتش بقى قلت لا خلاص انا مش بعمل كده علشان الشغلة بعمل كده علشان خاطر ايطن خلاص نيرت كان الشغلة على جنب طول الوقت بنقول ايه التخن مش عيب والخساسات مش عقوبة يعني يعني في النهاية ان الواحد يخس ده مش هيقاب ده اختيار لصالحه انما ده مش معناه انه اللي ما بيخسش ده حاجة وحشة لا طبعا المسألة يعني محسومة ونسبة ايه اهم حاجة صحة تبني ادم بالزبع يعني الصحة عاملة ازاي فجأة ببص على الميزان لقيتني في اواخر الحمل ابتديت فوق التمانين فعارف انتي ما بتقولي ما هي خربانة خربانة فاصحب الليل عايز ايكل او راح دخل اجاي بايس كريم وشكولاتة يلا بقى ما هي خلاص خربت ان شاء الله بقى بعد ما اولد ابتشوف انا هعمل ايه معاني فيه ناس كتير قوي بتتابع بتعمل ضايت اثناء الحمل مع ده كترة متخصصين في التخزي انا معرفش عامل كده لان انا كنت شغالة وتعبانة وبيغم علي وحاجات كده فالله هو طب لا يعني صحتي بقى زي ما انتي بتقولي هي مش عقوبة في الاخر انا مدام عندي الارادة والعزيمة عملتها قبل كده اقدر عملها تاني اه طيب ودلوقتي انتي مستعجلة عشان الضغط النفسي من اللي حواليكي طب تقفيني السوشيال ميديا بتاعتك يا انا تاخذي اجازة سن 3 شهور وتخسي براحتك او 4 شهور ده مش حل بس هي السوشيال ميديا مش هي اللي بتمدي بتمدي لي ايديها تقومني لما بقى عايزة اقوم وتعبانة ومش قادرة وجسمي مش شايلني مش هي دي اللي هتمدي لي ايديها اجوزي ممكن يمدي لي ايده وقومي هتمدي لي ايديها بس في الاخر لا انا عايزة انا اللي اقوم براحتي وحس ان انا خفيفة واتحرك ولما قوم كده اعمل اكل ما بقاش عايزة جيب كرسي واعد لا الموضوع عدى معي مراحل عجيبة تب احكي لنا عن الصورة احكي لنا عن الصورة اللي كتبت عليها البوست دي كانت في فرح صديقي العزيز تامر عشور ومراتو هنا كنت لسه ماشية مع الدايت مع دكتور رحمد وعمر ومكتش لسه خلصت على فكرة يعني انا هنا كنت لسه فاضلي تقريبا 3 ا 4 كيلو على التارجت اللي هو عايز يوصله لي انا كنت كده فعين بالنسبالي يعني انا 61 ده كان بالنسبالي هيل هيل هو كان عايزي نزلني 58 57 علشان لما زيد اوصل فما شفت الصورة دي في المامريز بتاعت الفيسبوك قلت لانا دي لكن اللي كانت في المهرجان من كام يوم بتكرم لابسة فستانة بيض دي مش قايت ده كان مهرجان مهرجان القنوات الفضائية انتي واخدها جايزة ورايح تستلميها بالزبط كان يوم صعبة كان يوم صعبة جدا والدرجة ان انا على اخر وقت انا مش عايز افتح الباب وانا خايفة لان انا اه مش هنزل صورة على السوشيال ميديا بس اكيد فيه كمية صحفين هناك اكيد عايبوا مستنيين قايت ان تطلع عشان يصوروها فصور هتنزل فهقرأ كومنتات مش هتعجبني وهتضايق وهازع الوحادة عاية طب ليه صدقيني والله العزيم سوشيال ميديا فعلا بايت بتضغط على نفسيتنا بشكل مش طويل هيه بس لازم نبقى اقوى من كده كل واحد فيه ناس بقى اقوى من كده على فكرة اي انسان في الدنيا معرض انه يدخن ويرفع يحلوي وحش يعجز كلنا هيبقى عندنا مراحل يعني ما تأخذنيش فليذهبوا الى الجحيم بدا ما تعملش حاجة غلط تمام بس انا كوحدة ووحدة والدة ومستلمة جايزة ما تروحش تستلمك جايزة عشان ما تتصورش ولا تروح تتصور وهي قاعدة شايلة هموم الدنيا على دماغها عقيقي ده اللي ماما وجوزي قالولي قالولي يا بنتي انت واخدها جايزة افرحي بجايزتك انزلي خدي جايزتك ده نجاحك افرحي بنجاحك وانسي دلوقتي انسي اي حاجة انسي ان انت تخنانة انسي ان انت وزنك مش هو ان انت مش انت لا انزلي وفرحي بجايزتك وده حصل فعلا الحمد لله نزلت وفرحت وفي نفس اليوم قلت لهم ان انا خلفت علشان ما يقولوش بقى زادت لي ويبقوا عملين يسألوا نفسهم ويعودوا بقى يقولوا كومنتات مش لطيفة وكده بس حقيقي حقيقي 75% من السوشال ميديا استوعبوا الفكرة وبقى هما بيردوا على اللي بيقولوا هي مالعة تخنت كده ليه فبيقولوا دي لسه ربنا رزقها ببيبي دي لسه بخلفها يا جماعة دي شيء طبيعي فبقى ليه بقى جبها بتدفع عني بقولهم بجد برسي ايوه عرف لما تخنتي ما قازيتيش حد ولما خسيتي ما نفعتيش حد بالزبط بس يعني انا عارفة يبقى ما لهم امتى لو انتي ممثلة وحش جدا في دور لانه يعني عملتي شغلك سيء فتستحقي النقد اللازع انما انا اش عارفة هو موضوع محير بعرفة طفل اللي بتاعنا احترت انا احترت بقيتش عفر ديوم ازاي انا احترت انا احترت المهم انه ايا كان السبب اللي نختلف عليه بس النتيجة لصالحك اكيد طبعا النتيجة لصالحك ان انتي تعملي تاخدي قرار انتي تبقى رضي عنه بالزبط ايه بقى الدايت اللي انتي هتعمل لي ايضا انا عملت اول اسبوع دايت مع دكتور احمد انا طبعا ما بفهمش المسماعات الطبية للدايت بتبقى اي لان فيه ناس بيقولوا فيه دايت كيميكال فيه دايت كالوريز فيه دايت مش عارفة ايه انا بيجيب بالكلام انا باخد الورقة امشي عليها زي ما الكتاب قال بس فالاول اسبوع الناس كانت مستغربة جدا كمية الاكل الدكتور مديهالي لان اهي الورقة فعلا مليانة اكل بس ايه الورقة دي بقى الغرض منها الاول انه يشوف طبيعة الجسم اللي قدامه يقدر يحرق بشكل طبيعي واللي عنده مشكلة في الحرق فيطلب تحليل وحاجات علشان يبقى ماشيين على التراك المزبوط الحمد لله اول اسبوع عملت تارجيت حلو عملت اثنين كيلو ونص الاسبوع التاني دي الورقة التانية انتي بتنزلي بقى بتنزلي كل حاجة الدكتور بيجيبها لك تقومي حطها للناس اه انا استأذنت لان بعد ما نزلت الورقة الاولى قبل اصلا معمل الدايت الجمهور طلب مني ان انا شاركهم بورق الدايت لان فيه ناس كتير زروفها ما تسمحش انها تروحوا للدكتور او وقتها ما يسمحش او واتفر فاللي حصل ان انا استأذنت دكتور احمد قلت له مش عايز تعمل خير قال لي ايه قلت له الفانز في منهم كتير قوي طلبين ورقة الدايت فتحب ننزلها قال لي جو فورت خلاص يلا يلا نزلها ما فيش مشكلة روح يعمليه اللي انتي عايزي فنزلت له الورقة وقلت له ان انا استأذنت الدكتور وكله تمام النتيجة بقى هي لشجعت دكتور احمد ان احنا ننزل بقية الانظمة الناس مشيت معاك النتيجة معاية جدا وخسوا جدا واللي ما شاء الله خست 7 كيلو واللي خست 6 كيلو لان فيه ناس تبقى اوفر ويت بزيادة او او يعني حرق مختلف طبيعي لا ان هما ينزلوا يعني الناس اللي بقوا زيادة عن وزنهم الايديال مثلا ب75 كيلو اه هينزلوا 6 كيلو في الاسبوع لكن اللي نسبتهم في الزيادة اقل ينزلوا اقل انتي التارجد بتاعك قد ايه انا التارجد بتاعي ان انا اوصل ل60 كيلو دكتوري عايزني اوصل ل58 يعني مفروض التنزلي 20 كيلو او 21 كيلو بالزبط نزلت منهم كان بقى لحد دلوقتي نزلت 2 ونص والاسبوع اللي فات كيلو تعليم منصب ومية يعني احنا بنتكلم في 4 كيلو ومتين نشجعها يا جماعة نشجعها نشجعها يعني نقف ضهرت شوية احسي نستقضى مع المشورة هو مشور فقط الوزن دايماً طويل ودايماً مش سهل يعني انا عارف ان هو مش اولوية في الحياة بس هو اللي بيكون ناوي بياخد النفس عميق بقى عشان ربنا يبقى معاه هم تقريباً اول اسبوعين بيبقوا اصعب اسبوعين بعد كده المعدة قريدي بتبتدي تاخد على الاكل اللي هو اللي ملكيش نفسي تكليفة بتلاقي نفسك مش عايزة أصلاً تاكلي يعني الاول تبقي عايزة تاكلي تشاكلة وعايزة تاكلي شربة عتس وعايزة تاكلي حاجة محمارة كده حلوة وبعد كده هتلاقي نفسك لو أصلاً انا مش قادرة ايه كانت تحطط قدبي دلوقتي يعني علبة تشاكلة قدري كده مش حاطة رجل جارة 2-3 هلاقي نفسي خلاص مش قادرة يعني تابتي اول اسبوعين وخلاص بعد كده خلاص بقى لوحد بيدخل في المود وبيتشجع برضو كله بتشوفي النتيجة قدامك فانترونات ما كنتيش بتلبسيها بتاديتي تلبسيها فالموضع بيبتدي كده تحسنك عن طريق الصحيح فعلا جبتي فساتين أصغر من مقاسك عشان تلشجعك ولا دي معلومة مش مظبوطة أنا دايما بعمل كده يعني أنا حتى لما ببقى تخنانة جدا ما بجيبش وزني في التخن بشتري فساتين اللي أخص عشان ألبسها حتى وانا رفعيها على فكرة كنتي بعمل كده يعني حتى وانا خمسة وستين كيلو كنت أجيب فساتين ألبسها عند الثمانية وخمسين والستين دايما عندي الحلم أن أنا أوصل للثمانية وخمسين بصي أنا قريت مرة مش خبيرة أنا في الموضوع ده بصي أنا قريت مرة أنه أنه مش صح قوي للناس اللي بتعمل كده ده مش صح قبل لأنها بتعايش نفسها في حاجة مش حقيقة يا إما تجيبي لبسك على وزنك وشكلك وتبقي سعيدة به يا إما متجيبيش خالص لحد ما تفقدي الوزن يعني دايما يقولك دي من الخدع اللي ناس بتضحك بيها على نفسها طيب أقولك على مفاجأة أنا كان عندي فانتالون وأنا في أولى معهد فنو مصر حيكت وبلبسه والفانتالون ده أنا متصورة به وعندي صوره الفانتالون ده كان وزني وقتها أنا دخل الأكاديمية 53 كيلو ده كان وزني طبيعي ده أنت أندرويت أصلا بالزبط كنت 53 كيلو وأنا دخل الأكاديمية طبعا نظرا لأن طبيعة المعهد عندنا صعبة وبتعودي يمكن بال12 ساعة محضراته تشتغلي والمصروف بردو وقتها ما كانش كبير قوي ففولو طعمية بقى إلى السومالة وأرخص الحاجات لأنتي بتقسمي مصروفك على كذا وجبة فعشان كنا نكفي كنا كلنا بنحاول نجيب إيه الحاجات المتاحة الرخيصة اللي حوالينا فطبعا فترة الأكاديمية دي بالنسبالي دخانتني مثلا بتاع 6 كيلو كتير بردو بس مش كتير يعني بس ده مقسات كتير بس عايز أقولك أن الفانتالون اللي أنا كنت بالبسه في سنة أولى أنا لسه شيلال حد دلوقتي لأن أنا عندي أمل أن بإذن الله في يوم الأيام حوصل لوزني دا تاني وهالبسه وهتصور بي إن شاء الله أنا عندي حلم بردو لحد دلوقتي ما وصلتلوش بس عندي حلم وما وصل له بإذن الله يعني يا ربني عفاقك فوصل ونرجع تاني لأي تاني من أول ممثلت وأنا دايما بقول أنا عايزة أبقى محبوبة وسط الأسرة وسط البيت المصري خليني ألخص حالة أيتن أيتن ممثلة موهوبة أيتن لسه عامنا دور كويس جدا في رمضان اللي فات أيتن متزوجة وأم للطفلين أيتن في مرحلة رجيم معلن أمام الناس خطوة بخطوة صح كده؟ يعني عندك إضافات يا نادة دي في حاجة؟ لا خالص دي أهم حاجة في الحياة دلوقتي آه بالنزة دي عايزة أسألك عن دورك في مسلسل أيوب في رمضان يا أيتن أنت عملت لي دور بجد هايل أنا أصلا كنت خايفة عمل الدور ده في الأول لأن أنا يمكن أنا ما بقاليش كتير بشتغل بس عمري ما عملت شخصية سلبية قوي كده وشريرة وصورة قذرة قوي كده يعني شخصية بجد سماح يعني شنيعة بشعة يعني شخصية أنا وأنا بقراها قلتنوا يا جماعة أنا يعني علشان أعمل دور لازم على الأقل أكون حباة يعني علشان أعرف أعمله لازم أكون حباة أنا مش عارف أحبها كريهة كريهة سماحني كريهة كريهة فعلا واعتذرت عن المسلسل نظرة لأن خايفة من رد فعل الناس أنا لما بمشي في الشارع الحمد لله المامي بتحبني الجدة بتحبني الطفلة بتسلم علي وتبقى عارفاني وبتتحكفوه شيء أول ما بتشوفني مش عايز أخسر دول دول أهم حاجة عندي في الدنيا حب الناس دي والشريحة دي يعني أحسن حاجة عندي في الدنيا أنا كان ممكن جدا ألعب على شريحة أن أنا أبقى الفيدات اللي كل الولاد بيموتوا فيها فشخصية سماح دي أنا عشان عارف أن احنا شعب طيب جدا فكنت خايفة قوي أن الناس تتفاعل معاها ويكرهوني بجد أنا كقايتم في الحقيقة فقلت لهم يا جماعة مش لعبة أنا مش عايزة دور دا فلاقيت أستاذ أحمد صالح وبشير المؤلف يقولوني تي مجنونة دور دا ما يجيش من ممثلة وتعتذر عنه إلا إذا كانت ممثلة خايبة فدخلوا لي بقى من حتة التحدي اللي هو تحدي نفسك أعملي الدور من غير ما نستك راهك وفي نفس الوقت تقدمي شخصية مش أي حد يقدر يعملها فأخدت التحدي أخدت الرزق وقلت يلا على الله بقى أنت أخدت كذا تكريم على الدور دا مش بس في المهرجانات الفضائيات العربية كان فيه سبتاءات كتير قوي بس دا كان أول تكريم تقريبا فعلي أروحه بنفسي إنما كان فيه رد فعلي إيجابي جدا للدور اللي أنت لعبتي دا يا إيتن ومن بعد الدور دا خلاص أنت بقى خلاص ولدتي وتشغلتي في البيت بالضبط آه أتشغلتي مع الولاد بالضبط طيب مين في البيت عندك بيشجعك أكتر على موضوع رجيم ومن اللي بيقولك يا ستي خدي نفسك وبالراحة عندك زوجك عندك قريبك عندك أختك مين في ظهرك قوي ومين لا يعني مش فرق معي يعني خدي وقتك يعني هي مامي كانت في سكة اللي هو أصبري على نفسك عايز هو اللي فهمني يعني عايز هو اللي فهمني قال لي لأ أنت مدام مش حبة نفسك كده ابداقي على طول هو الوحيد تقريبا اللي فهم البوينت بتاعتي اللي هو ماما صعبان عليها بس محمد لأ قال لي لأ أنت مدام حسن أنت مش أنت وأنت عايز تعملي كده أعملي كده ولأ نشجع بعضه بالمناسبة نزل يعمل دايت معي فعلا طب والله العظيم ده حد لصيف جدا برافو يا عايز مامي هو مش أفرد هارفعي جدا لأ بس هو بعد ما أنا ولدت هو ابتدى كده حصله موقف كوميدي جدا كان عنده ويتنج شاول ودخل بيس الأم صعان فبيس بقى فأنا دخلت لقيت فيه هارم جنبه أم صعب كلها مش دخلة بسبب الأكل اللي كنا بنأكله وأنا هو مع بعض أطبع هو أنتو كنتهم عاديين مع بعض أصلا احنا بنأكل بس ما بنعملش حاجة تاني أجازة بقى يعني أنت يعني كمال أغويت جوزك البتلة دي أصلا ما دخلتش الفستان دا ولسه ما بيدخلش فكان التارجد بالنسبة لنا والتحدي أن احنا حنلبس الطعم دا ونتصور به تاني قريب إيه دا فعلا آآ جديسة ورخ طوبة يعني لا البدلة دخل فيه ولا الفستان دا آآ جزا بس إلي دا عليها أنتو الحمد لله الحمد لله الكومانتس أو تعليقات الناس كمان كانت معظمها اللي أنا وصالني ما كانتش سلبية لما أنت أعلنت أن أنت هتمشي على الرجيم وهما معاك يعني أصلا فيه ناس تقولك ليه أنتو حلوة كده أعملي آآ ناس بتشور عليك واتعملي عملية آآ صح فيه ناس كمان هنا وحدة بتقولك أنا كمان وردت وزد ووزني يعني بيحاولوا يشجعوك ويهوينوا عليك بالزبط أنا ضد العمليات جدا على فكرة يعني أنا مش عارفة يمكن عشان موضوع نفسي أو لا بس أنا أنا اللي بيعملوا العمليات دول بيصحبوا علي أنا بالنسبة لي الإحساسي بأن أنا بيكون لأنا عايزة في أي وقت بأي كمية لحد ما أشبع أو لحد ما أقول كفاية أنا كمعدة مش كمخ علشان مش قادر أكل تاني ده متعة بالنسبة لي وبعدين أنا بطبخ حلو قوي وبحب أكل الأكل الحلو وبحب أكل في أي وقت اللي أنا عايزة ليجي على مزاجي عشان كده أنا مش الشخص اللي أقدر أعمل عملية أنا ليه أبقى قعدة يعني أنا عالم فكرة عندي أخت من إخواتي عملتها بس فعلا بجد بتصعب علي يعني لما بروح أعمل لها روحت لها الأسبوع اللي فات شويت لها عندها في البيت وبتاع في الجنينة ومش عارف أيه وبتاع فباللغة تعالي كل فقلت لي أنا كلت قلت لها أنت ما كلتيش أنا دوقت الكفتاية بس من على الشوية قلت لي أنا كده شبقت أنا بقيت شعر أكل زي الأول أنا صعبت عليها حسيت أنا لما كانها مش هقدر مش هقدر أبقى كده ففعلا اللي عاملين عمليات دول بيبقوا خلاص بقى يأسوا بس أحيانا برضو برجاش أبقى يعني متجنية عليهم هما ما بيبقوش بيستسهلوا بس لما أختي تبقى 140 أو 142 كيلو وفعلا خلاص صحتها تعبت وغدتها قريدي عندها مشاكل فيها بقى لها كتير فمش عارفة تخص عند الدكتور دايت والموضوع هيخد منها وقت طويل جدا أه سأعيد أروحي عملية لكن لما تتكلمي في 15-20 أو حتى 30 كيلو لا أنت بقى كسولة سأعرف أنه أي حد بيتابعنا عارف أنه العمليات دي المفروض يعني بيقوله المفروض أنها ما تتعملش للزيادات اللي هي 20-30 كيلو أبدا يعني برا لو واحد أو واحد راح لدكتور وقال له عملي عملية عشان أنا 25 كيلو هيقوله امشي روح من هنا المهم وليه بقى أن أنا مش عارفة أنت هتبقى مشكلة الدايت ولا مشكلة الكعب العالي يا قائت أنا سمعت أنت عنك مشكلة عويسة في الكعب العالي لا دا عريض اه دا مريح اه أنا دايما عندي لازمة قريبة لازم كعبة جزمة يتكسر ودي حاجة أنا مش لإيالها سابق لحد دلوقتي والله الجزم ما بتبقى رخيصة ما هو دا اللي أنا بتكلم فيه الجزم بتبقى غالية وحلوة يعني من أماكن جميلة جدا أو شكال الكعبة الجزمة بيتكسر انت بتحصلك موقف كتيرة جدا على فكرة غريبة في الحياة يا ايتن انا معرفش انا دايما انا فعلا تدايئة تدايئة بحصلي فعلا حاجات غريبة جدا كتير يعني على طول لازم في حاجة كده لازم في حاجة لازم في اكشن في اكشن انت تقفل عليك الاستنسير قريب اه ودي على فكرة ثلاث مرة مش قادر ازل الاستنسير يا ايتن اه انت ده بصورينه فيديو انا بقى الفراغ خلاص قتلني انا عادة في الاستنسير بالي 10 دقايق وحارس العمارة كان بيجيب حاجة من بره والمفتاح بتاع الاستنسير في جيبه فرنيت الجرس بتاع الغاسة ده يا طاعة انت فيني يا طاعة الام رد علي قال لي يا اصد اصد عاية انت طاعة تلعي يجيب حاجة وجاي قلت له طب لما يجي يقولي عشان انا بحفوظها في الاستنسير وفضلت قاعدة فضلت قاعدة ومستنيها طاعة اول ما جيبها عايزي طلعني فالمهم ان الاستنسير وقف بين حتين فعلا يعني انا كنت شايفة حيطة فشوية قاعد يقولي دوسي مش عارفة الزرار طب تاني كده على رقم اتنين وده كان لسه متحرك اصلا من الارض يعني فدوست على الزرار تلقى حتة ووقف تاني فرح قال لي لا كده احنا لازم نفصل الكهرباء عشان نعرف نفتح الاستنسير وانطلعك فما كانت يعني ما كانش لسه الدنيا بازت خالص فطبعا نكلم عز قال له استاذ عز مادام ايتم محبوصة في الأستنسير وانا مش عارفة طلعها لوحدي مش عشان تخينا عشان الحتة صغيرة عشان بس ايه يعني بس اه بس اه فعشان الحتة فعلا صغيرة فهو ما كانش هينفع يمسكني يطلعني فرح مكلم عز نزل فطبعا عايزين طلعوني بحط الصغيرة دي استحالة طلع انا قصيرة جدا فرح قطور ما انا عايزة كرسي فرحوا جايبين لي كرسي تلعت مدخلها من جار الأستنسير تلعت عليه وافتوا بعد كده عايزة رحشان دني طب خلينا نشوف اللحظة المومنت المهمة دي اللي مرد بيها ايتم في الأستنسير طبعا يعني حلوة التكريم مصيبة زي ما انتم شايفين كده انا محبوصة في الأستنسير وبقلي اكتر من 10 دقايق مش عارفة طلع بيتنا ومحبوصة بين الحطين دعوتكو بقى طبعا جوزي بيحاول هاي جوزي خرجني هاي زيزو هاي لا انا عايزة كرسي انا مش عارفة اطلع كده هاي زي كرسي اه انا جصير اه 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 اتنسير وقف بيك يوم التكريم يا ايتم يوم التكريم والجزمة تكسرت مني يوم التكريم حتى محمد سيد بشير مؤلف تعيوبكو نراحي مع بعض في الطريق فأنا نزلة من العمارة لسه مصدش عربية عنده فحسيت ان في حاجة فحسيت ان في حاجة بتزك فاركبت جنبه بترو بشير معليش لحظة عادشان انا حاسة ان كعب الجزمة تكسر فببص على الجزمة رح قال لي الجزمة دي منين رح تبطروا المكان اللي انا جايباها منه فقال لي غريبة المكان ده المفروض انه غالي تفتكري بقى تكون تكسرت ليه حمولة زايدة لا 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 هو فيه شيء كوني حاصل حواليك وانا شوه ايه يعني وكهربا تقطعت كمان ورجعت بقى من التكريم طلعا في الأسانسير الكهربا قطعت اه يبقى لعيف التكريم اه ما هو يعني لازم بقى فيه حاجة لا ما رستحالة بقى دايسة على رجل قطة يعني على دي القطة زي ما بيقولوا دي كلها حاجات بسيطة المهم انه تبقى اللي احنا بخير ايوه وبزحة وبنتكلم وعارفين نعمل ضايت وولادنا بخير بس اهم وولاد كيل وبخير يا رب وكل السمعين حمد اللي عندك اي مشروعات فنية وانتي في مرحلة التأهيل ده اللي انتي فيها ولا لسه اه طبعا احنا الموسم بتاعنا بتاع الشغل قريدي بيبقى في يناير فبراير اه فانا لسه عندي وقت فطبعا ابتدت تجيلي فعلا عروض لمسلسلات رمضان 2019 بإذن الله بس لسه موقعتش طبعا حاجة فمستانية لما وقع ان شاء الله وبعد كده اخبار بقى اه اه انما انت مركزة دلوقتي البروجرامك الاساسي هو ان انت على صفحيتك بتنزلي بيسموها ايه بتابديت بتحديسي بياناتك بزا بتحديسي بياناتك قدام الناس وجدول الاكل وجدول الطعام دينا بقى فكرة عن جدول الاكل كده يا عايت عشان اللي عايز بقى من التلفزيون ينضم لك في القبيلة بتاعتك اوكي انا عندي على الانستجرام عندي منزلة قريدي البلانز بتاعت الثلاث أسابيع ولسه هكمل بقية البلانز ان شاء الله اول اسبوع بيقى فيه اكل كتير شوي يعني احنا في الفطار مثلا بيبقى نصر غيف او اتنين توست مع شرحتين جبنة شيدر او شرحتين جبنة فلمانك او اربع معالق فول بالكمون واللمون او شرحتين روز بيف او دي كرومي مدخن كل الاوبشنز موجودة واحنا بنقى منهم او كورنفليكس كمان ممكن مع كباية لبن مدخن يعني نصر غيف وقطعة جبنة مش هي دي الورقة او فول يعني خلينا سيبك من الجبن الخوجاتي اه يعني فول او جبنة ملحة خفيف او بيد مسلوق او قملات معالقة زيت زاتون اه بس ده مش كتير يا عايت لا ده كتير لما انت ما تسمعي بقية الاكل هتفهمي الغدى بيبقى اربع معالق رزة او مكارونا مطبوخين بالسلسة يعني او مطبوخين بزيت او سمنة او سبع معالق رزة او مكارونا مسلوقين معاهم نص فرخة او لحمة مشوية او محمرة معاهم اربع معالق خضار مسبك اللي هو معمول بالسمنة او بالزيت او اي كمية مفتوحة من الخضار مدام مش محطوط فيه اي ده ريجيم دسم جدا اما ده ده قلتلك اللي بيجرب به في الاول الجسم بيحرق او ما بيحرقش وفي العاشة نفس القصة نص الغيف برضو معاه جبنة او فول او زبادي دايت يخد يبان انه اكل كتير بس الدايت ده اللي انا نزلت عليه 2 كم ونص في الاول لان الحرق الحمد لله كويس طيب بوسي ايتن اولا انا بتمنى لك النجاح في الحاجة اللي انت عايزها ان انت عايزة تمشي على دايت ده ان شاء الله تنجحي بس خليني اقول انه يعني وجودك هنا في الحلقة مش فكرة زيادة ضغط عليك او زيادة تدبيس لك لا هو الحقيقة فكرة بيسموها انه احنا لازم بقى متقبلين كل الناس متقبلين نفسنا في كل الاوضاع عشان كده انا مبسوطة جدا صحيح هي حاسة ان هي اوفر ويت بس الحقيقة ان هي زي الامر ومنورة ومبسوطين بيها جدا في الحلقة ومشي ما كنتم اتاح تدامة على الاطلاق على الاطلاق الدنيا مليانة دوسيا عايتن الدنيا مليانة ضغوط ومشاكل وحاجات لو كل واحدة بقى فضل حطت شكله وصورته وجسمه يعني هم الناس هتعيش في عذاب تهيادة اكيد طبعا عندك حق وانا عشان كده اقلتلك في الاول اقلتلك المتقبل نفسه ومتقبل ذاته كده تمام لكن اللي مش شايف نفسه ان ده مش هو ويعمل دايت عادي جدا واهلا في البرنامج بقى طيب احنا بقى معادينا معاك ان شاء الله بعد قد ايه بالزبط تكون ايه بالزبط تلت شهور تلت شهور من بداية الدايت انا بقى لي بدايتي اسبوعين يعني احنا شهرين ونص ان شاء الله هتجلنا بقى انتي مينس 20 بالزبط كده انتي ناقص 20 ان شاء الله ان شاء الله تبقي يعني في الحالة اللي انتي ترتديها وتحبيها يا ايتن ومن هنا ورايح لو ايتن نجحت في الايه بتعمله مش هيبقى اسمه ريجيم طيب ولكن هي اسمه ريجيم ايتن خلاص فانتي يتطلع ريجيم دا السماء وتنجحي انتي واللي معاكي نعلن فاشا ريجيم ايتن لا ان شاء الله هينجح ان شاء الله هينجح ادايت للجدعان ادايت للجدعان وايه بقى يا رب تنجح يا تاته يا رب تخص يا تاته اه يا رب اه الشحيلة دي اخر حاجة يا ايتن اه ايه بقى ايه يا رب تخدس يا تتح دي يا رب تخدس يا تتح انا انا كنت عاملة في العهد كانت على اسمي فاتحي وكان محمد امين راضي على طول بيقول يا تتح فانا حبيت شخصية فاتحي لان دي تقريبا من قرب شخصيات لانا عملتها لاني كنت حدي كده على طبيعته جدا وافيهته حضرة كده وده مو خفيف انا بقول طبعا ده مو خفيف لا انت لطيفة جدا بسي رب ناخليش اه فيمكن فاتحي كان من اكتر الشخصيات اللي عملتها دمها خفيف وكوميدياتها كانت طبعية يعني فبحب يتقال يا تتح فبقيت ودعي لنفسي بقول يا رب تخدس يا تتح الحقيقة انه انا بشكرك واشكر الفولورز اللي معاك وممكن نرد بهاشتاج عقبالنا يا تتح الفنانة الموغور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة